الحدود الأمريكية المكسيكية هي واحدة من أطول حدود بين دولتين بالعالم ما يجعل مراقبتها أمر صعب خصوصا مع تضفق المهاجرين غير الشرعيين على الولايات المتحدة مدفوعين بالحلم الأمريكي يبلغ طول الحدود الأمريكية المكسيكية 3145 كم وتضم الحدود الأمريكية المكسيكية 48 معبر حدود بين البلدين يعبر حوالي 350 مليون مسافر الحدود الأمريكية المكسيكية بشكل شرعي سنوياً ويسجل ما بين 400 ألف و 1.2 مليون حالة هجرة غير شرعية سنوياً من المكسيك إلى الولايات المتحدة الآن يطالب الجمهوريون بالعودة إلى قوانين الهجرة لتعود إلى عهد ترامب وهو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لبايدن وحاكم تكساس تعهد اليوم بمواصلة حماية الحدود الجنوبية وتتلخص الأزمة حالياً بأن حاكم ولاية تكساس جريك أبت رفض تنفيذ قرار من المحكم العليا للبلاد بأمر الولاية بالسمح للسلطات الفيدرالية بإدارة الحدود لأنه هذا من الصلاحيات الفيدرالية وليس الولايات الفردية إذن تجلق الصراع بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية كتحدي ملح ومحط انقسام سياسة عميق أن التوازن بين حقوق الولاية وسلطات الحكومة الفيدرالية بشكل تحدي حاسم بيستدعي حوار بناء لضمان استقرار البلاد ووحدتها بوجه التحديات المتنوعة من الحدود الأمريكية المكسيكية أنتوني مرشا أم تيفي